ام بتشكي عندها تلات اطفال ستة سنين البكر تمدح فيها طيرانة في سلوكها وفي طاعتها وفي انها هي بتحافظ على القيان وبترد البنت التانية تلاتة سنين نيكدة شرسة عصبية تطلبش بالحكي واذا بحكي وانا احكي بدلها تبكي وانا احكي بدلها تبكي وثلاثة شهر طفل صبي مش وعي الام لحالة البنت الوسطى اللي هي عمرها ثلاثة سنين فشو بتسوي بتصير تشرح لها وبتصير تنبه عليها وتنق عليها وتفهمها وهي البنت عم تبكي مثل البنت بتصير هي بتفهم الام بتفهم والبنت بتعلي صوتها اكتر بالبكة بتوقفش البكة طالما الام قاعدة بتشرح قاعدة بتاعتها تعليمات قاعدة بتقولها بتطلبيش اشغر بالناء ونكدة انتي بنت عصبية غلبتيني وكتير الام شكواها من البنت قاسي وصعب ومش قادرة تفهم ليش هاي البنت هيك هي بتفكر ان هاي البنت خلقت هيك هي ما خلقت هيك هي اول اشي البنت واضح جدا مزاجها حساس يعني قوام بتتأثر والحساس اللي بتأثر براعي كتير اذا احنا بنعرف كيف نتعامل معه بكون هذا يعني احلى انسان للعالم هذا اللي بجيب السلام للعالم لانه حساس البنت حساسة كتير ومش مقدرة مش متفاهمين حالتها النفسية لما بتتدايق هي غيراني هي غيراني من فوق لست سنين فوقها قبلها وغيراني اللي بنتحت اللي ثلاثة الشهر غيراني على فكرة كمان عم تشكي الام من انه الطفل الصغير مش عارفة كيف توقفه بمعاعة شعر مين ما بقرب عليه منين اجته هاي العادي هو احنا ولا واحد منا بمعاعة شعر مين قال انه لازم هو ثلاثة شهر يقلد الكبار هو مثير له الشعر مرة من المرات قرب على ايده بالصدفة زغزغه دغضغه اثاره فصار يمعد شو بمعد يعني هو بلمس هو بتحسس هو بتعلم فانتي اذا كانك مفكري انه هذا صار جزء من سلوكه لا انت سلوكك اللي بده يعمل له على انها تتوقف هاي العملية ما اول اشي ما يستفز ما يثار ما يتقرر يتقرر بالشعر على ايده انا متأكدة انه بالبداي كان يستفز بانه يقربه الشعر على ايده منشان يعمل اللي بعمله ونتحكله وننبسط عليه هاي الحل لطفلك بالنسبة لانه بشد الشعر لان للبنت والتدريب البنت والتدريب تبعها بدل ما انك تشرحي لها وهي تبكي بدل ما تنقي بدل ما تفهمي بدل ما تعطيها اه اه القاب اهم اشي انا اللي مزعجني نكدي نكدي يعني بنت مش لطيفة بنت بدلها تبكي بنت بتحب بدلها تبكي لا هي بتحبش تدلها تبكي هي بتتأثر هي بتتأثر وعندها في تأجج غيري كي بده اخلي هذا يوقف لما انت ماما بتوقفي انك تشرحي وخلاص عاد وبكفي وزهقتينا ومرات بتعاقبي كمان روحي من هون ايبعد اروح على قوتك انا بفكر اهم اشي للتدريب لهاي الطفلي انك بدل ما تركزي على سلوك هذا المستحب اللي صار عادي صار عادي مؤلمي إلك وإلها تغيري المحل تغيري المحل بدل الشرح والتقنيب واللوم والتوبيخ بدل لانه في كتار اللي بفكروا تغيري المحل يعني مهمة جديدة اجتنا لا بدل ما تأخذي المهمة اللي فيها التقليدية اللي منعرفها كلنا نشرح ونوقف ونبلش نوبخ بدل تترك المكان لما تترك المكان بدك تستخدمي وكتير هذا بساعدها على انه يريحها تستخدمي لو تعرف يا كشكش لو تشوف يا كشكش لو تسمع أنا شامي أنا حاسي أنا كل أنواع الحواس الحواس بتساعدها ولو تعرف لحالها لحالها بتطلب يا كشكش سمعت ما أحلى صوتها لما تطلب اسمع اسمع لما تطلب بدي ياك تسمع لما تسرد لأخ أخوها الصغير القصة انتي شفتها وهي بتفتح الكتاب هي بتعرفش تقرأ بس لو تعرف كيف من الصور هي صارت تعرف الحبكة وصارت تعرف تحكي لأخوها قصة وقف واسمع اسمع منيح اسمع شوف حس شم دو هاي ضروري اني أستخدمها لما أترك المكان هون شو بتعملي انتي انتي هون عم بتركزي على لحالها كتير مهم لحالها عم تعمل الاشي وعم تتق انه بتفوق سلوك مستحب اللي فيه اسلوب دراما اللي استعملت الحواس وعم تحكي مع شخصيات خيالية ليه احنا عم نستخدم هاي هذا الاسلوب هذا الاسلوب كتير بناسب هذا العمر لحد التسع سنين تقريبا ليه لأنه الاطفال عايشين بين الواقع والخيال الواسع يعني كيف ما قدرتي عملتي ادارة تدريب باستخدام الحواس مع الخيال عم بناسب الاطفال والدراما هي تغيير الصوت وتغيير الصوت والتفوق تفوق طفلك اللي هي طفلتك هون على الشخصيات اللي انتي عم تحكي معها بانه عمالها بتكون بانشط شاطرة بالفكر بالناحية الفكرية شاطرة ومن ناحية الحركية كتير شاطرة ومليان عندها سلوك فيه تفوق على الاشخاص اللي بتحكي معهن ان كانت البسة ان كان كلبها ان كان كشكوش ابطال قصص بده اطلب من الوالد الوالد ضروري تتفرغ لها يوم لحالها بدوم يعرفه لا اختها الكبيرة ولا اخوها الصغير وانتي وياها لحالكو بتقولها بابا توشوش هتهمس لها بده انا انا تعبان وحاسس حالي متداهي حابب هيك امشي تيجي تمشي معي تريحيني بتكيف بتهب ليه لانها حساسة لانها بده تراعي لانها دايما هي بتتعاطف بتطلع معاه لابوها وللابو بده اطلب منه اكيد اكيد خلال المشي فرصة ذهبية لها ما فيش حدا يدايقها انها تعبر عن مشاعر سلبية وازا ما عبرتش انت تستفزها كيف كان نهارك اليوم ايش اتعبك ايش دايقك في اشي دايقتك اليوم بتحكي على الغيري بتحكي على انه قديش هي تعباني ومتدايقة في انه ما حدا فاهمها قديش هي مش مبسوطة من وانت بتصغي وبتصمت خلال المشي كل الطريق تصغي وتصمت ثبات وازا بتقدر بالجمعة كل يوم مرتين تلاتة بالجمعة او كل يوم بكون كتير من يحلق لها هذا عارف ايش تعملها بعد تعملها تنفيس عن ضغوطها ومشاعرها السلبي والاصغاء والصمت كل الحل كل التدريب كل الاستشفى من اللي عم تمرق فيه هذا واحد من التدريبات الضرورية للام وللابو كمان من التدريبات الضرورية كمان انه نخليها انها تعرف انها هي متفوقة هذا بتركيزنا على سلوكها المستحب اما من خلال سرد قصة لالها وانا بذكر لانها ثلاثة سنين مثلا سلسلة هنا انا اسمي هنا اصبع هنا تابت هنا انا بحكي على قصصي لاني انا يعني بقدر اني اعطي امثل عنهن مثلا كمان كشكش سلسلة كشكش لما ببكي مرات كتير ببكي اصبع المجروح في الروضة هي بتتعاطف معه وبتتعرف وتيجي انت بتتباهة اذا كان الابو بسرد او اذا كانت الام تسرد تتباهة على كشكش بانه تعال شوف اصبعها المجروح لهنا كمان تتباهة تعال شوف ما اشترها تعرف لحالها لحالها هي بتحكي هي بتطلب هي كتير بتتعاون لو تشوف قديش بتحب تفرح الكل لانه هذا مزاجها بتحب تفرح الكل واهم اشي تنفيس الحركة والانشطة الحركية وهي تعمل الانشطين مضحبة كل حركة بتعملها اللي فيها تفوقت ان كانت علت ان كانت اسرعت كل ما يمكن انك تركز للأبو وللأم على سلوك فيه حركي وتفوقت وقبل النوم ما تنسوا قبل النوم توفرو لها بيئة فرية لخيالها لما انه عند النوم اسرود لها قصة بتحبها كتير وعندي انا قصة خاصة كشكش ينام بسريره انا لست هنا من سلسلة فراس فراس وصحابه ثلاثة تير هاي قصة فيها هيك هزيج وترقصية نغشة كتير وبتنام وهي في عندها بخيالها صور كتير حلوة اللي فيها بتتمتع وبتثري الجانب المهم في دماغها من ناحية الخيال وهيك وفرتو لها بما انه بطلت وتركزوا على النجدة وفرتو لبنتكو ان كان ابو ان كان ام بيئة فرية عاطفية حب واطمئنان وانتي نموذج ماما نموذج انا بكرا لما يصير عندي ولاد انا بكرا لما اتعامل مع الناس انا بدي اقلد كيف كنت اتعالجي المشاكل اللي كنت انا اوقع فيها